بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم بعنوان الحديث المسلسل ونبدأ بتعريفه لغة فنقول المسلسل لغة اسم مفعول من السلسلة وهو اتصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة الحديد وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال ومن ناحية التماثل بين الأجزاء أما اصطلاحا فهو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى من هذا التعريف نفهم أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة أو الاشتراك في حالة واحدة أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية ومن خلال هذا التعريف أيضا يظهر لنا أن أنواع المسلسل ثلاثة وهي المسلسل بأحوال الرواة المسلسل بصفات الرواة والمسلسل بصفات الرواية ونتعرف عليها بإذن الله الآن الفرع الأول المسلسل بأحوال الرواة وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معنى مثال على المسلسل بأحوال الرواة القولية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الحديث تسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك فقل المسلسل بأحوال الرواة الفعلية ومثاله حديث أبي هريرة قال شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت هذا الحديث أيضا تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه النوع الثالث أو القسم الثالث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا ومثاله حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره هذا الحديث أيضا تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته وبقوله أيضا آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره النوع الثاني المسلسل بصفات الرواه وصفات الرواه إما قولية وإما فعلية المسلسل بصفات الرواه القولية مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا الحافظ العراقي قال صفات الرواه القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متمافلة القسم الثاني المسلسل بصفات الرواه الفعلية وهذا كاتفاق أسماء الرواه كالمسلسل من المحمدين أن يكون كل رواته كل منهم يسمى محمد أو اتفاق صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أن يكون جميع رجال سند الحديث من الفقهاء أو من الحفاظ أو أيضا مسلسل باتفاق نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين أن يكون رجال الإسناد جميعهم من دمشق أو من مصر أو من البصرة أو من الكوفة هذا المسلسل بصفات الرواه الفعلية النوع الثالث المسلسل بصفات الرواية قبل قليل كنا نتحدث عن الرواه الآن عن الرواية صفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها مثال على المسلسل بصيغ الأداء مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت أو أخبرنا المسلسل بزمان الرواية كان يكون الحديث مسلسل بروايته يوم العيد مثلا والمسلسل بمكان الرواية كان يكون الحديث مثلا مسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم أفضل أنواع المسلسل ما دل على الاتصال أن يكون هذا المسلسل يدل على الاتصال في سماعه وعلى عدم وجود التدليس من فوائد المسلسل أيضا اجتماله على زيادة الضبط من الرواه السؤال الآن هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد والجواب لا يشترط ذلك لا يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره وفي هذه الحالة يقولون هذا مسلسل إلى فلان أيضا لارتباط بين التسلسل والصحة وقل ما يسلم الحديث المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير الطريق المسلسل من أشهر المصنفات في الحديث المسلسل كتاب المسلسلات الكبرى للصيوط واجتمل على 85 حديثا وكتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباق الأيوبي واجتمل على 212 حديث مسلسل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم